ومن عنوين النشرة إلى تفاصيلها والبداية من كثرة السيطرات على الطريق باتجاه بغداد أهلا بكم يبدي مواطنون من مختلف مناطق صلاح الدين استغرابهم من عدد السيطرات المنتشرة على الطريق الرابط مع بغداد رغم الاستقرار الأمني المتميز في المحافظة مطالبين بتقليص أعدادها وأماكن تواجدها واحتماد سيناريو الطريق إلى كاركوك بوجود ثلاث سيطرات رغم سخونة بعض المناطق وأشاروا أيضا إلى أهمية مراجعة ملف السيطرات بشكل عام وبما يبعث رسائل تطمين للمواطنين والوافدين إلى صلاح الدين أو بغداد وديالة ما يعطي أيضا رسائل مهمة لأصحاب رأس المال الأجنبي للاستثمار موضحين أن استبدال بعض السيطرات بالكاميرات أصبح أكثر فاعلية وفي السياق طالب عضو لجنة الأمن النيابية وعد القدو الحكومة إنهاء انتشار السيطرات الأمنية على الطرق الخارجية لأنها تشكل عبءا على المواطنين والتجار مقترحا اللجوء إلى ملف السيطرات المركزية في مداخل المدن وإجراء تحقيقات شفافة في الجباية غير المشروعة لإنهاء أحد العوامل الأساسية في ارتفاع أسعار السلع بالأسواق ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة